سلمون القريب و هنا الرسل من علي الرحيم الداربكة الحاضرة و هنا الدبول كوك يا الله بحضور جماهيري جميل فريق النفط نقطة 40 نقطة كرة خطيرة جول للنفط هدف للنفط عن طريق المدافع المتقدم سامسون دير النيجيري يأتي بأول أهداف المباراة في الدقيقة 28 الله على سامسون دير يسجل أول أهداف المباراة الوليد سامسون كرة لي عمار غالب وليد كريم حيدر حسين كرة داخل مطقت الجزاء تبقى الخطورة خطورة ثاني ثاني للنفط هدف ثاني للنفط عن طريق الميجيري هذه المرة أفولابي أفولابي هذه المرة النيجيري الآخر ولكن أفولابي ليسجل الثاني أوكيكي ياخذ وقت أوكيكي بهدف للنفط النفط يتقدم عن طريق أوكيكي أوكي 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 يا أوكيكي النيجيري يفتتع التجيل للنفط بالدقيقة ثمانية من عمر البوبارا من ركلة جزاء تلعب من فاضل داخل مطقت الجزاء ثاني 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 النيجيري سامسون واكي الغلطة بورطة وعمار علي الغلطة بهدف مقول يا عمر يا عمر لعب للجوراء وهنا وليد الله أول 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 هدف أول عن طريق أحمد صبري أحمد صبري بهدف نفطي أول التقدم للنفط عن طريق أحمد صبري علي الكرة وقطيرة وقطيرة وقول هدف 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 لي صبري أحمد صبري وفرحة مشتاق لكن أحمد نعيم يعيد الكرة إلى سامسون سامسون ممكن يموري هيا كرة حلوة لا أمرسون ممكن يسدد أمرسون لكن سامسون وقول هدف 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 للنفط يسجل سامسون بالدقيقة 58 من عمر المباراة والهدف الشخصي الثالث لهذا اللاعب بعد أن سجل فيه شباك بطلبة بدقيقة والحادي والعشرين والكهرباء بدقيقة 11 يتقدم ويندفع ويسجل بالدقيقة 58 هدف التقدم الأول يشترك سعيد قل فإن Strijd المباراة هذه الكرة مباغئة 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 باغتت الدفاع باغتت الحارس وقل بينما هنا فالإقنادي النقر وعملية الروحية اللعزار الخطر ايه جول 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 الثالث 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 اوه يالنفط انفط انفط اكيد اكيد يستغل الكهرب وبالتالي هدف ثالي هدف ثالي نعب نعب هذا هو فريق النفط رجعب كبير واحد من زيت سبه تط في بطب من حيدر إحسيال وغول للنفط أوكيكي أوكيكي يعتذر لجماعين نوروز على اعتبار كلاعب سابق لنوروز الموسم الماضي النفط يعدل بالدقيقة 37 من عمر اللقاء بخطأ كارثي أخر يعني الهدف ينبي أخطاء هذا أوكيكي الهدف الرابع بدورنا بصالح نادي النفط على القائم القريس خطيرة سامتوندير يعدل سامتوندير بصورة قوية من خارج منطقة الجزاء لاحظ الإبعاد الخاطئ من قبل لاعبية الجوراء أو من داخل منطقة الجزاء شارك سامتوندير على يمين حارس المرمى جلال حسن الآن النفط يعدل النتيجة لاحظ 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 وتجديدة قوية من سامتوندير سامتوندير يسجل لفريق نادي النفط ونيجير الزوراء سجل أوباري ونيجير النفط يسجل الآن اللاعب سامتوندير اللاعبين الميجيرين يسجلون في هذه المباراة عن طريق اللاعب والآن يعدل سامتوندير هدف لفريق النفط في مرمى الجوراء وعلى يمين الحارس جلال حسن فعضة كانت على جلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر